سلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابع الكرام برحب حضراتكم في بداية الفيديو اللي معانا بحب أشكركم جدا على دعمكم للقناة والنهاردة الفيديو اللي معانا هنتكلم فيه عن فنانين اتوفوا أثناء التصوير وكمان على خشبة المصرح وهنعرف حاجات كتيرة جدا معانا عن الفنانين دول بس قبل ما نبدأ نرجو دعمنا بلايك للفيديو واشتراك في القناة ونفعل الجرس على الكل ليسلكوا كل جديد وحصري من القناة فنانين رحلوا وماتوا في أماكن لم يتوقعوا أن يتوفوا في الأماكن دي وفي فنانين كتير جدا من حبهم للفن بيوصلوا العمل حتى أثناء أوقات مرضهم وتعبهم وفنانين وفاتهم المنية أثناء أداء أدوارهم في التلفزيون أو على خشبة المصرح كمان ومنهم من مسل مشهد وفاته قبل وفاته الحقيقية بدأي وكمان منهم من توفى أثناء أداء مشهد وفاته في العمل فقد مات الكثير من الفنانين أثناء عملهم وهذه القصص لأكثر من فنان جميعهم ماتوا في محراب الفن ونبدأ أول فنان وهو الفنان الكبير الراحل محمود الميليكي رحل أثناء تصوير أحد المشاهد والصدفة تجعله يجسد مشهد الموت لشخصية اللي يؤديها فيموت في التصوير فقد كشف المخرج هاني لشين كواليس مشهد موت الفنان الراحل محمود الميليكي في فيلم أيوب وقال إن الفنان محمود الميليكي كان بيستعد للمكياج وطلب كباية قهوة وفجأة وبدون مقدمات بدأ بيتحدث وبيتكلم مع الفنان عمر الشريف وبيقول إن الحياة دي غريبة جدا الواحد بينام ويصحى وينام وفجأة بيستغرق في النوم وهو بيتكلم مع عمر الشريف وبدأ المحيطين بيتحكوا على دكة الميليكي في التمثيل بعد أن استغرق في النوم على الكرسي وبعدها اتضح لهم إن دي نهاية حياته ومش المشهد اللي بيمثله وكان دي نهاية المشهد للشرير السلمة المصرية الذي أفارق الحياة وهو بيمثل مشهد الموت أما الفنان اللي بعد كده فهو الفنان القدير صلاح ذو الفقار ووفته المنية أثناء تصوير مشهد قبل الأخير من فيلم الإرهابي مع الفنان عادل إمام في عام 1993 في تحديدا 22 ديسمبر أثر أزمة قلبية مفاجأة وعن عمر يناهز 67 عام وكده ظهر جميع أفراد الأسرة في المشهد الختامي للفيلم ولم يظهر الفنان صلاح ذو الفقار أما الممثل اللي بعد كده فهو الفنان الراحل إبراهيم عبد الرازق وده كان مات على المسرح وتوفى الفنان الراحل إبراهيم عبد الرازق تحديدا في يوم 29 يناير 1978 وتوفى على خشبة المسرح وهو بيقدي دور دوره الأخير في مسرحية كعبلون أمام الممثل القدير الراحل سعيد صالح وكانت صدمة لكل الحاضرين وللفنانين بواجه عام وخاصة لأنه كان في الفترة دي يعتبر صار ممثل احتراما ومقاما أما الممثل البعض كده فكان الفنان غريب محمود والنهاية نفسها كتبها الفنان غريب محمود عام 2006 اللي توفى خلال بروفات مصرحية حمام مغربي فقد سقط مرتين في المرة الأولى نفض عنه الموت للحظات وكمل تدريباته ولكن الموت أبى أن يرحل فأسقطه في المرة الثانية جثة هامدة ومات على المصرح أثناء تأدية بروفات مصرحية حمام مغربي أما الفنان اللي بعد كده فهو الفنان السعودي طلال مداح ومات الفنان طلال مداح أمام جمهوره على المصرح فبعد تأديته وصلت وصلة غنائية على المصرح وكان الوصلة الغنائية كانت أغنية مقادير الشهيرة وجالس على كرسي وفجأة سقط وتوقف قلبه ورحل وهو في محراب الفن أمام جمهوره ومحبيه أما الفنان الثاني اللي معانا الفنان مصطفى متولي وكان يؤدي دور في مصرحية بوزيجارد وآخر أعمال الزعيم عادل إمام مصرحية ووقع متولي على خشبة المصرح أثر أزمة قلبية مفاجأة أدت لوفاته في الحال وده كان في عام 2000 وفاة مصطفى متولي لم يتوقف بعدها عرض مصرحية بوزيجارد وظهر الفنان عادل إمام على المصرح واستبدل مصطفى متولي بالفنان محمد أبو داود وفي أول مشهد لمحمد أبو داود على المصرح كان أمام الفنانة رغدة وانهارت من البكاء وسقطت على المصرح وفجأة تم غلق استطارة بشكل مؤقت وبعدها تم استكمال المصرحية وده كان بعد تشيع جنازة الفنان مصطفى متولي وانصدموا فريق العمل بإصدار الزعيم عادل إمام قرار بعرض المصرحية في نفس اليوم اللي توفى فيه الفنان مصطفى متولي وأثار استياء الكثير منهم ومن بينهم بطلة العرض الفنانة رغدة ورغم ذلك قال العاملين بالمصرحية إن عادل إمام انهار في الكواليس بمجرد انتهاء العرض في نفس اليوم اللي توفى فيه الفنان مصطفى متولي ودخل بعدها في اكتئاب أما بالنسبة للفنان اللي معانا هو الفنان الضيف أحمد اللي مسل مشهد وفاته على خشبة المصرح قبل وفاته مباشرة والضيف أحمد هو أحد سلاسي أضواء المصرح وكان مع سمير غانم وجورج سيدهم في الأردن لمشاهدة العرض الأول لفيلم المجانين الثلاثة وقالوا إن هم شاركوا في حفل زفاف شقيقة الملك حسين في نفس الوقت وعادوا للمصرح للعمل البروفات حول مسرحية الراجل اللي جوز مراته وهي المصرحية اللي بيخرجها الضيف أحمد كان من ضمن المصرحية مشهد بيقوم الحنوتي بوضع الضيف أحمد في تابوت لأخذ مبلغ تأمين على حياته ومات الضيف أحمد أثناء عمل بروفات المشهد وكأنه أدى مشهد وفاته على المصرح وحكى الفنان سامير غانم الفنان الراحل خلال لقاءه في أحد البرامج تفاصيل اللحظات الأخيرة للفنان الضيف أحمد قبل وفاته وكان بيقول إنه كان بيخرج رواية كل واحد لي عفريت وسافر للأردن لحضور أحد الحفلات وكان الضيف أحمد في الطيارة مصمم على حضور كل أعضاء الفريق البروفة المصرحية وحكى إنهم كان الضيف أحمد جسد دور شخص ميت في النعش وذلك ضمن البروفات الأخيرة للمصرحية الراجل اللي جوز مراته يتحول التمثيل إلى حقيقة وليموت بعدها مباشرة وحكى الفنان سامير غانم إن الضيف أحمد ذهب للمنزل وفي منتصف الليل اتصلوا بجورج سيدهم وأخبروه إن الضيف أحمد نات وقال إن الضيف أحمد كان بيميل للإخراج أكتر من التمثيل ووضح إن وفاة الضيف أحمد كانت مفاجأة وصدمة كبيرة جدا لكل الفنانين وكمان لجمهوره اللي بيعشقوه وأثر ده فيه جدا وقال إنه بعد وفاة الضيف أحمد كان المفروض إنه هم يجيبوا حد مكانه في الأعمال الفنية اللي بيعملوها وأكتر من 500 شبه للضيف أحمد جم لكن الفنان سمير غانم وكمان جورج سيدهم مردوش بأي حد يحل محله ورفضوا كل البداية اللي وبعد وفاة الضيف أحمد قام الفنان سمير غانم بإلقاء قصيدة باسم عزيزي الضيف أحمد والقصيدة دي كانت رائعة وكتبها من كلمات الشعر الراحل عصام عبد الله واللحن العبقري محمد هلال والفنان سمير غانم كان بيحب جدا القصيدة دي وقال الفنان سمير غانم إن وفاة الفنان الضيف أحمد أثم ظهره وزي ما شفنا مع حضراتكم سبع فنانين ماتوا في أثناء التصوير وكمان على خشبة المصرح